السلام عليكم لبنات إن شاء الله تكونوا بس وبخير في رحمة رب إن شاء الله أول ما نبدأ به إن شاء الله هو الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما كنتم تشوفون اليوم إن شاء الله سنقوم بماء في الطاجين يعني حاجة رابد كما كنتم تشوفون هنا عدي حبيبات تعال كورجات شوية الحم وشوية نص حبة تبصل الحبيبات تعال الثوم وشوية مع الدنوس والطماطم تعال الحب رحيتها فالربو كما كنتم تشوفون هنا حبيبات يعني أربع حبات واقعي لحب واسيتهم رحيتهم نبدأ هنا ليزي بي سنشوفو مقاع مع بعضانا إن شاء الله في التحضير نبدأ إن شاء الله مع بعضانا هنا نقطعوا الكورجات تعالى بالطول كما كنتم تشوفو هكذا نحطها في البلاطو بتاعنا راح نديرو في الفورن نقع ننواسوها بالطول كما كنتم نقطعها وراح ندهنوها مبعد شوية على الزيت غرب البنسو وندخلوها للفورن نتذبل هذك الكورجات تعالى ندخلها ندخلها للفورن ندخلها للفورن نسه ندخل ندخلها 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 كم ننزل قطعت شوية نصف حبة على البصل حبة على الثوم سوف نرحيهم في الروبو ونبدأ هنا ندير العصوص نبدأ ندير العصوص ندير هذه البصل اللي رحيتها درت شوية زيت فطاجين والبصل سوف ندبلها شوية وبعد ما ندبلها سوف ندير الطماطم بتاع الحبلة رحيتها ونفرغ عليها في الطاجين هنا بعد ما دبلت البصل سوف نقوم بطماطم فوقها لا ندرش كمية كامل جاتني بزاف ثم على حسب الطاجين هذا كان عالي هذا كان الأفراد العائلة هنا خليت منها شوية هنه ندلها يجب أن ندلها شوية فلفل حار أحمر ونبوده ولي ما يحبش الحار يدر باكريكا طبعا هنا شوية زنجابيل ندلها شوية تعفف اللقحل نضيف جنبو نضيف جنبو نضيف جنبو نضيف جنبو نضيف جنبو نضيف ش however نضيف جنبو نضيف جنبوب نقطع ورقيق ونخلط كل شما بعضها ونخليع هنا يتغلي لصوص نتاعي بجيها كما قلت لكم زيت لغير زغبتاء الملح بما جينيش مالحة لاني درت لها الجنبو مالح كما تعرفوها مالح نخليها تغلي تختار ان هذي كلاسوس نغطيها ومن جهة اخرى راح نطيب الافيونداشين تاعي درت شوية تاع الزيت في المقلاء وقطعت البصل هنا حمصت شوية هذيك البصل وبعد هنزيد عليها الافيونداشين تاعي ونطيب هذيك الافيونداشين طيبها نص طيب مي كويسون ونزيد لها شوية تاع الزيت بيس كما درت الزيت بيس في الطاجين نديرو في اللافيونداشين شوية تاع في الحار في الكحال شوية زنجابيل ومغير في صغيرة تاع طماطم صبرة ونخلط كرش مع بعضها ونزيد لها شوية تاع المعدنوس في الاخر شوية تاع المعدنوس رحيتها في الروبو بجيني مقطع رقيقة وهنا سيت لها الملح يا البنات بعدها درت لها الملح درت لها شوية في بعد ما طايتها النص طيب درت لها شوية تاع لها شابلو ما تكثروش غير شوية تاع لها شابلو بجيني هذيك الافيوند يجيني هشيش ما يعودش قاسح وبعدها تفكرت للملح كي ما قلت لكم يا البنات زدتولها في الاخر وهنايا رح نبدأ نحشي في هذوك الطرنشات هذوك تاع الكورجة سنتاعي ندير الافيونداشي هذيك عيدرتها ونرولي كي ما كنت شوفو حبة بحبة نوريكم الحبة الثانية وبعدها نكمل حبيباتيكا كي ما راهم ونبعدها نديرهم في الطاجين مع لاصوس هذيك كي ما شتو هاي طابت هني خاترة وراح ندير هذوك الحبيبات تاع الكورجة تاعي محشيين ونستفهم ومشتو ونعمر طاجين تاعي ونحط حبيبات كاملين وانا كمت الحبيبات تانية حطيتهم كامل راح ندير شوية تاع الما نزيدها فوق باش ما تلصق ليش لاصوس نتاعي بس كي خاترة شوية ونزيد شوية بارك تاع الما ونهز بمغرف صغيرة شوية لاصوس نقوبها فوق هذوك الحبيبات اللي حطيتم بتاع الكورجة كي ما قلت لكم ها زيد شوية تاع الما تود ليش ميها بزا في يجي خاترة كي ما شتو باك يزيد تقلي بارك شوية ما ما تلصقش هذيك لاصوس تاعنا هذي هي ونهز نقطع لهم وخليهم يطيبوا شوية وحتى السامين يوت هكذا كاولا ونبعده نطفع لها قاع نكوبع لها من غرف تاع لاصوس بها الطيب في لاصوس بنينا وهنايا بعد ما طابتنا الضلمة تاعنا هذي هي ندي لها شوية مع نوس من الفوق وهذه هي الضلمة تاعنا ان شاء الله تعجبكم يا البنات لفيديو وتجربوا الضلمة وتعجبكم وما تنسونيش يا البنات باللايك والكمنتار زوين تاعكم ولي مش مشترك يشترك ونقولكم مع السلامة حبوباتي اشتركوا في القناة